حضرت سيدات والسادة إن التصوير الحكومي لنفهوم الحوار الاجتماعي ما كيقتصر فقط على الجوانب المالية والتقنية الضيقة وكيفية تفزيعها القطاعي لكننا نحمل رؤية متكاملة استقرت عليها أدبيات الحوار الاجتماعي على السعيد الدولي والتي تستحضر أدوار جديدة للحوار في مصاري بناء الأفق الكبير للدولة الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري وبالتالي ضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي لمختلف الفئات ببلادنا لذلك كنا دائما نعتبر أن الحوار الاجتماعي سيكون صمامة أمان لدعم الدولة الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري والحفاظ على كرامته وسون حقوقه الشيء الذي جعلنا نسير في اتجاه تقوية هذا المنظومة للحوار الاجتماعي وفتح أفاقه نحو مواضيع جديدة تشمل العمل اللائق الشامل وتأهيل عنصر البشري بالإضافة إلى تكريث مبادئ المساواة ومقاربة النوعي في العمل لا شك أن السنتين الماضيتين من الحوار الاجتماعي اللي قمنا بها بمعية شركائنا ساهم بشكل كبير في تحسن مؤشرات التنمية البشرية وهو ما يؤكد المجهود الحكومي المتواصل والنجاح الجماعي في عدد من الأوراش الاجتماعية الكبرى اللي انخرطنا فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصر الله وفي نفس السياق نملك في الحكومة اليوم قناعة مشتركة مع أرباب العمل لجعل الحوار الاجتماعي محطة متميزة لتقوية المقاولة المغربية وتحسينها من كل الصدمات الداخلية والخارجية وإذا كانت بلادنا قد قطعت أشواطاً مهمة في إرساء نموذج تشريعي متقدم للحوار الاجتماعي داخل المقاولة على أساس مدونة الشغل لسنة 2003 واللي كرصت عدد من الآليات كتعزز وظيفة الحوار الاجتماعي في المقاولة وكتعمل على تشجيع المفاوضة الجماعية وإبغام الاتفاقيات الجماعية وتنظيم التحكيم في نزاع التشغيل فإن الممارسة العملية لهذه المدونة على امتداد 20 سنة الماضية أبنت عن قصور كبيرة في تنزيل عدد من المقتضيات التي تهم المأساسة الفعلية للحوار كقاعدة لتدبير كل القضايا الاجتماعية واقتصادية داخل المقاولة ومن الأطراف الثلاث ومدى قدرتها على تحقيق نجاعته ودفع أرباب العمل إلى التقيد بالأحكام والمقتضيات القانونية ومتنسوش تابنو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر